النهاردة بيعتبر حدث تاريخي مهم في أقدم مدينة في التاريخ في الأقصر في مصر وهو افتتاح طريق المواكب الملكية اللي اسمه طريق الكباش وتم إعلان الأقصر كأكبر متحف مفتوح على وجه الأرض وطبعا الحدث الأسطوري ده بقت أخباره فيرل على السوشيل ميديا وهاشتاك طريق الكباش بقت ترند على تويتر وشفنا كمان صورة مبهرة من مكان الحفل والتماثيل الفرعونية الضخمة والمراكب المصممة بالتراز الفرعون يعني بصراحة حدث مبهر بيخليني أنا كمصرية وبيخلي كل إنسان عربي فخور فعلا بالحدث واللي بنشوفه النهاردة في مصر ويمكن مرة تانية بترجع مصر تبهرنا وتبهر العالم كله بحدث تاريخي بالشكل ده تعرفي أنا عن جد ماني مسد أرجع نخلص وأرجع البيت نتخرج عليه أنا كتير بحب هيك أحداث وحقيقة مصر عا بتعيش نهضة ثقافية كتير كتير حلوة وكلها تنك عرب أكيد فرحة تخورين باللي بيحصل طبعا والشي اللي عم بيصير هلأ اليوم عن جد يعني بيس أوف آرت وفخر لنا كلنا كعرب بصراحة مازموط طبعا طبعا الناس والنجوم تفعلوا معه كمان مع الحدث شريها نشرت تغريدة حكيت فيها عن تفاصيل الحدث ويسرى نشرت صورتها من هونيك وكتبت ترقب الحدث التاريخي وأحمد سقى كمان نشرت صورته وكتب طريق الكباش ومنازكي نشرت صورة على الستوري وعلقت عليها إنها متحمسة لحفلة الليلة كمان محمد هنيدي نشرت تغريدة قال فيها اليوم عظمة مصر تتحدث عنها من جديد في طريق الكباش وطبعا تم نقل الحفل مباشرة أونلاين وعلى التلفزيونات ومحمد حمائي هو اللي أحيا احتفاليات طريق الكباش وقدم بيرفورمانس كتير رائع بكرة جمعة 26 نوفمبر جمهور بدبي على موعد مع محمد حمائي بحفلة كبيرة بيحيى على مسرح منصة اليوبيل بإكس بو عشرين عشرين في دبي الساعة عشر المساء من بعد بتاريخ 2 ديسمبر عيدا المنهالي بيحيى حفله على نفس المسرح في تمام الساعة الثامنة مساء احتفالا بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في إكس بو عشرين وعشرين دبي وكمان ضمن جلسات في إكس بو يوم الاثنين بتاريخ 6 ديسمبر الجمهور على موعد مع جلسة غنائية بيحييها محمد البكري ومشاعل واللي هتكون على مسرح منصة اليوبيل من الساعة تمانية ونص لحد الساعة عشر ونص المساء وبعدها بتاريخ 16 ديسمبر كمان على نفس المسرح بيحيى عبدالله بالخير حفلته اللي بتبدأ الساعة تمانية ونص أما البارح كمان في إكس بو عشرين وعشرين دبي أحيى عبدالله رويشد حفلة رائعة على مسرح منصة اليوبيل قدم من خلال مجموعة من أجمل أغانيه بما فيها ما في أحد مرتاح لخوذ الود سطور صبحاتي وغيرها وكالعادة الجمهور كانوا متفاعلين معه طول الوقت نحن كنا موجودين بهذه الحفلة وقابلنا عبدالله رويشد وسألنا عن مشاركته بهذه الحفلة ضمن احتفاليات معرض إكس بو عشرين وعشرين دبي طبعا أنا سعيد أن أكون مشارك في إكس بو هذا يعني شرف عظيم إكس بو عشرين وعشرين شيء الواحد يفخر فيه شيء واحد يعني يشوف نفسه عالمي وهذا الصرح العالمي فإن شاء الله نقدم حفلة مميزة بتكون إن شاء الله إن شاء الله أكيد وغير كده كمان سألنا إذا ممكن نشوف ديو بينه وبين أحلام خاصة أنه فيه تفاعل حلو بينهم على السوشال ميديا على أغانيه وحضوره كمان في خرفة كان وده كان رده أكيد راح يكون في ديويتو أنا أتمنى من خلال هذه الكاميرا ومن خلالك ومن خلال أم بي سي بنقول لها يلا حلوم خلنشتغل مع بعض يعني الجمهور راح يكون فرحان بساف بهات جيو اللي بينهم وغير هذا إحنا سألنا عبدالله رويشد عن جديده وخبرنا إنه عنده أغنيتين صور واحدة منهم بالكويت والتانية راح يصورها هنا بالإمارات في منطقة حتى منطقة حتى على فكرة سأقوم بصوره فيها كتير كليبات ما بدي أقول يعني مين نصور من فترة لا قلنا أريد أن أعرف لا لاحظة لاحظة يا أم جبال إلا أريد أن أعرف أنت بتوع أوردرات كتيرة من الأولى لا أنا مرحة الأوردر لكن عرفت أنه كان يصور مين؟ نادر الأتات كان يصور المنطقة حتى لكن حرام تعرفي قلت له أنت موجود بالإمارات وما قلت له ما قال لي أخي شلتا قال لك طلع على حتى بس عايزة أقول لك انطلع على حتى الدقيقة رائعة المنطقة هناك صوفياء حلوة جدا الجبال الطبيعة انطلع على حتى نطلع مع بعض يلا إن شاء الله نعمل رحلة بالويكلان على حتى على حساب صبحي على حساب صبحي بس ليس بسيارتي سيارتي صغيرة يلا